اعلان محافظ تاعز اطلاق عملية عسكرية للجيش الوطني بدعم من التحالف لتحرير المحافظة رهان قاس يخوده المحافظ الذي جعل من تحرير محافظته اول ملف يقدم به نفسه كمحافظ للمحافظة قيادة المحور من جهتها تقول انه رغم الصعوبات البالغة الى ان قوات الجيش الوطني تحرز تقدما كبيرا في شرق وغرب المدينة في اليوم الثالث من بدء المعركة للتحرير النهائي للمحافظة العدو كثف من زراعة الالغام لكن ارادة قواتنا وحماسهم وطموحهم العالي للتحرير في اقرب وقت قال لهم يتخطوا هذا الحاجز اذا ثلاثة ايام تتواصل فيها العمليات العسكرية لقوات الجيش الوطني تسفر عن انتصارات على اكثر من جبهة لتنحسر الارض من تحت اقدام الميليشيا وتتسع رقعة الاراضي المحررة شرق المدينة وغربها قمنا يومنا هذا بهجمه يومنا هذا 27 يناير 2018 وبسناد من التحالف والضربات القوية انطلقنا بحمد الله تعالى موقعنا في المديهين الى في القبهة الشرقية الى موقع الميليشيات في ابعر العلية والسفلاء اعلان تحرير تعز سابقته عود كثيرة لكنها لم تصدق رغم حديث الجميع شرعية وتحالف عن اهمية تحرير المحافظة ظلت تعز خلال اكثر من ثلاثين شهرا هدفا لصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات وطلقات القناصين المتمركزين على مرتفعات محيطة بالمدينة طول امد الحرب والحصار ادخل تعز في اتون صراع قوى سياسية واجندات مختلفة ذات نفوذ عسكري في المدينة ما خلق انقسامات واضحة في المدينة التي باتت اليوم بحاجة للتحرير اكثر من اي وقت مضى وهو ما يعزز الامال باعلان التحرير وما يصاحبه من مؤشرات الجدية هذه المرة غير ان العمليات العسكرية تقول ان التحالف لا يبدو جادا فعوضا عن مسألة الاسناد البري من لحج وساحل الغربي فلا اسلحة ثقيلة ولا كاسحة الغام ولا يزال الجيش يقاتل باسلحته التقليدية فيما المستشفيات في المدينة تعلن انها ستغلق ابوابها لعدم امكانياتها استقبال الجرحة تقول التقديرات المتشائمة ان الحرب مجرد ضغط على الميليشيا تتم بالتوازي مع اكثر من جبهة كالجوف وصعد ومأرب فيما تذهب اراء اخرى انها محاولة لاسكات الغضب التعزي المتنامي عن تأخر التحرير ثلاث سنوات لم يخفت فيها صوت المواجهات بين المقاومة والجيش الوطني من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة اخرى كانت تعز محطة استنزاف للجميع وسواء اكان هذا تحركا عسكريا محدودا ام مقدمة لعملية تحرير كبيرة الايام القادمة ستحمل في طياتها اجابات عن هذه الاسئلة وعن صدق النوايا